غزل أمريكي وتعجرف إيراني فوق مياه الخليج العربي فبينما عبر وزير الخارجية الأمريكي جون كاري عن امتنانه لإفراج إيران السريع عن البحارة الأمريكيين العشرة وشكره لها لما وصفه باعتنائها الكبير بالجنود الأمريكيين رد الجيش الإيراني بأن احتجازهم درس لأعضاء الكونغريس السعين لفرض عقوبات على طهران من جهته عرض التلفزيون الرسمي الإيراني تسجيلا يظهر اعتذار أحد البحارة رأى فيه مراقبون إذلالا للأمريكيين كان هذا خطأا خطأنا نحن ونحتذر عن ذلك المعاملة الإيرانية كانت رائعة أثناء تواجدنا هنا نشكركم على حسن ضيافتكم ومساعدتكم لتعود بعدها وكالة أنباء إيرانية لتؤكد أن بث التسجيل كان عن طريق الخطأ ورغم نفي الولايات المتحدة تقديم اعتذارها لإيران أعلن قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني علي فدوي أن واشنطن اعتذرت من طهران مسؤول أمريكي أعلن أن وزير الخارجي الأمريكي جون كيري أجرى خمسة اتصالات بنظيره جواد ضريف بعدما علم بأمر احتجاز إيران البحارة الأمريكيين كان آخرها بعد خطاب الاتحاد المسؤول تابع بأن ضريف أكد لكيري أنه سيتم إطلاق صراح البحارة في الفجر نظرا لخطورة إطلاق صراحهم في الليل وأضاف أن كيري قال لضريف إنه إذا تم إطلاق صراحهم بسرعة فستكون قصة جيدة للأمريكيين والإيرانيين حسين الطاود العربية